طائرة مكدونالد داغلس ام دي 82 في مرحلة الإقلاع بعد ثلاث ثوان فقط من ارتفاعها عن الأرض تبدأ هذه الأخيرة بالاهتزاز وتتأرجح على كل الجانبين ثم تميل نحو اليمين بزاوية خطيرة في العشرون من أغسطس سنة 2008 في الرحلة التي سبقت رحلة الحادث غادرت طائرة سبانير برشلون في الصباح الباكر في طريقها إلى مطار مدريد الذي كان المحطة الأولى للمقرر إجراؤها في ذلك اليوم وصل طاقم رحلة الحادث مطار برشلون في حوالي الساعة الثامنة صباحا وإلى جانب طاقم الكابينة عقدوا إحاطة ما قبل الرحلة أقلعت الطائرة من برشلون في الساعة الثامنة وخمس وخمسون دقيقة ووصلت إلى مدريد في الساعة العاشرة وثلاث عشر دقيقة كانت الرحلة هادئة ولم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل عند وصولهم إلى مدريد خرج طاقم الرحلة من الطائرة ثم تم تقدير موعد المرحلة الثانية من الرحلة في الساعة الواحدة بعد الزوال مع نفس الطاقم الذي حلق في الجزء الأول منها كانت الرحلة المجدولة هي الرحلة رقم خمسة آلاف واثنان وعشرون وهي رحلة لنقل الركاب من مطار مدريد بارخاس إلى مطار جران كناريا الواقع في الجزيرة التي تحمل نفس الاسم استقل مائة وستون راكبا وستة من أفراد الطاقم رحلة طيران اسبانير رقم خمسة آلاف واثنين وعشرين كان معظم الركاب في طريقهم إلى جزر الكناري لقضاء عطلة الصيف كانت الرحلة تحت قيادة الكابتن أنتونيو جارسيا لونا البالغ من العمر تسعة وثلاثين عاما والذي يتمتع بخبرة ثمانية آلاف واربعمائة وستة وسبعون ساعة طيران قبل ذلك عمل كمدرب طيران وكابتن اختبار في القوات الجوية الإسبانية حيث حصل هناك على ألفين وسبعمائة ساعة طيران في عام تسعة وتسعون تسعمائة وألف انضم إلى شركة اسبانير كضابط أول وترقى بعد سنة واحدة فقط إلى قائد طائرة امدي اثنان وثمانون حيث تم تصنيفه على أنه طيار فوق المتوسط في التدريب والاختبار المقدم كان الضابط الأول للرحلة هو فرانسيسكو خافير موليه البالغ من العمر واحدا وثلاثين عاما انضم إلى شركة طيران اسبانير منذ عام واحد فقط وحتى تلك اللحظة لم يكن لديه سوى ما مجموعه ألف ومئتان وستة وسبعون ساعة طيران منها ألف وأربعة وخمسون ساعة طيران على طائرة امدي تم استخدام طائرة مكدونالد دوغلس امدي اثنان وثمانون البالغة من العمر خمس عشرة عاما لهذه الرحلة على الرغم من عمرها كانت هذه الطائرة تعتبر من أكثر طائرات الركاب أمانا في أوروبا والولايات المتحدة خلال تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين استعد الطيار للإقلاع منح برج المراقبة إذن الإقلاع من المدرج رقم ستة وثلاثون على اليسار ولكن بمجرد أن حاول الطيار الإقلاع شعر بوجود مشكلة في الطائرة لذلك ودون إضاعة أي وقت قاموا بتوجيه الطائرة إلى الجانب واتصلوا فور بمركز الصيانة في المطار داخل الطائرة أظهر مسبار درجة حرارة الهواء رام قراءة عالية بشكل غير طبيعي دور هذا الأخير هو قياس درجة حرارة الهواء على سطح الطائرة هناك سببان رئيسيان لقياس درجة الحرارة هذه أولاً وبناء عليها يقرر الطيار ما إذا كان سيتم تشغيل أو إيقاف تشغيل الحرارة المضادة للتجميد أثناء الرحلة وثانياً من الضروري قياس هذه الأخيرة لتشغيل الطيار الآلي لنكون أكثر دقة فالأمر يتعلق بالخانق الآلي لأنه إذا استشعر حساس حرارة الهواء رام ارتفاع درجة الحرارة فهذا يعني أن الطائرة تطير بسرعة في مثل هذه الحالة إذا لم يتم تقليل قوة المحرك فقد يتعرض للتلف أي أن ارتفاع درجة حرارة الهواء يعني خفض دواسة وقود المحرك وهذا الوضع ليس مثالياً عند الإقلاع في ظل ارتفاع درجة حرارة الهواء رام لم يرغب الطيار في المخاطرة ولم يكونوا متأكدين مما إذا كان ينبغي عليهم الإقلاع بهذا الخطأ أم لا ولذلك قرروا فحص أنظمة الطائرة للتأكد من صحتها خلال هذه الفحوصات شهدت الطائرة تأخيراً كبيراً في جدولها الزمني سبب ذلك إزعاجاً كبيراً للركاب الذين حثوا أفراد الطاقم والطيار بشكل مستمر على الإقلاع ونظراً لدرجة الحرارة المرتفعة في مطار مدريد وبما أن محرك الطائرة كان متوقفاً عن العمل لم يكن نظام تبريد الطائرة يعمل نتج عن ذلك ارتفاع درجة حرارة قمرة الركاب بشكل ملحوظ مما جعلهم مضطربين للغاية وبدأ صبرهم ينفذ بسبب التأخير فتزايد ضغطهم على الطيار وأفراد الطاقم للإقلاع في أسرع وقت ممكن عندما تعذر فهم المشكلة على الرغم من المحاولة لمدة ساعة كاملة قام عمال الصيانة بإلغاء تنشيط السخان مسبار وسمح للطائرة بالتحليق باستخدام سخان مسبار غير مفاعل لأنه لم يكن من المتوقع حدوث تجمد أثناء الرحلة ثم جرت محاولة إقلاع أخرى يستعد الطاقم للمغادرة ويتم تزويد الطائرة بالوقود خلال هذا الوقت يخرج القبطان من الطائرة للتحقق مما إذا كانت عملية التزود بالوقود تتم بسرعة وسلاسة الشيء الذي يشير إلى مدى الضغط الذي كان عليه للإقلاع بسرعة خلال هذا الوقت ونظرا لأن الطائرة كانت على بوابة الصيانة بدلا من المدرج أصدر القبطان تعليماته للضابط الأول ليطلب مرة أخرى تصريح الطيران من مراقبة الحركة الجوية في عجلة من أمره اتصل الضابط الأول عن طريق الخطأ بوحدة التحكم الخاطئة مما يشير بوضوح إلى أن الجو داخل قمرة القيادة كان مرهقا للغاية في ذلك الوقت في عجلة من أمره يحصل القبطان بسرعة على التصريح من برج المراقبة وقام بفحص قائمة التحقق المبدئية يقوم الطيار بتشغيل المحرك ويبدأ الضابط الأول في قراءة قائمة التحقق بعد التشغيل في الواقع من المهم قراءة هذه القائمة المرجعية قبل الإقلاع في أي رحلة فهي تسمح بإجراء فحص شامل للتأكد من أن جميع المهام التي يجب إكمالها على متن الطائرة قبل الإقلاع قد تم إنجازها كان هناك إجمالي ثمانية عناصر في القائمة ولكن عندما كان الضابط الأول على وشك قراءة العنصر الأخير وهو المتعلق باللوحات والشرائح قاطعه القبطان وطلب منه الحصول على إذن التحرك لأخذ الطائرة نحو المدرج نتيجة لذلك لم يتمكن الضابط الأول من قراءة العنصر الأخير في قائمة التحقق بعد التشغيل كان هذا خطأ قاتلاً لأن ضبط اللوحات أمر بالغ الأهمية للطيار قبل الإقلاع إذا لم يتم ضبط اللوحات فلن تتمكن الطائرة من الإقلاع بينما يبدأ الطيار في إعداد الطائرة للتحرك نحو المدرج يمر عبر القائمة المرجعية لتدريج الطائرة وهذا يعني أن الطيار قد قام بفحص ضوء مؤشر نظام الدفع الاحتياطي التلقائي أثناء قائمة فحص تدريج الطائرة يجب أن يكون هذا الضوء مضاء للإشارة إلى أنه في حالة فشل المحرك أثناء الإقلاع يتوفر دفع تلقائي إضافي ومع ذلك إذا لم يتم إعداد الشرائح للإقلاع فلن يتم تشغيل هذا الضوء في هذا الوقت كان الضوء مطفأاً ولكن الطيار لم ينتبه إليه وكانت هذه فرصة أخرى للطيار لمنع وقوع الحادث تبدأ الطائرة بالتقدم بسرعة نحو المدرج خلال هذا الوقت قال الضابط الأول الذي كان يتحقق من مركز الثقل ومراجعة مؤشر اللوحات والشرائح على شاشة الكمبيوتر فلابس 11 ما يعني أنه كان يجب ضبط اللوحات على المستوى 11 ولكن شاشة الكمبيوتر الخاصة به كانت تظهر صفراً عادة بعد تصريح الضابط الأول كان ينبغي للقبطان أن يراقب هذه الفحوصات الأساسية ولكن ربما في هذا الوقت كان تركيزه منصباً بالكامل على المدرج وعلى جعل الطائرة تطير بسرعة ولم ينتبه إلى تصريحات الضابط الأول في هذه المرحلة لم يتبقى سوى فرصة أخيرة لتجنب الكارثة وهي نظام التحذير الصوتي للإقلاع توس نظام التحذير من الإقلاع أو توس هو عبارة عن مجموعة من إشارات التحذير المطلوبة في معظم الطائرات التجارية وهي مصممة لتنبيه الطيارين بشأن الأخطاء الخطيرة المحتملة في تكوين إقلاع الطائرة أخيراً أقلع الطيار ولكن استمر إنذار نظام توس في العمل مما يدل على أن الطائرة لم تكن جاهزة للإقلاع مع ذلك لم يكن صوت الإنذار عالياً بما يكفي ليسمعه الطياران ارتفعت الطائرة عن الأرض وبدأت في الطيران بسرعة تصل إلى 157 عقدة في هذه اللحظة تم تنشيط تحذير المماطلة وهزاز عصى التحكم فجأة في البداية اتجهت الطائرة لمسافة صغيرة نحو اليسار ثم مالت بزاوية 32 درجة إلى اليمين في هذا الوقت كانت الطائرة تحلق على ارتفاع أربعين قدماً فوق المدرج وبسبب خروجها عن السيطرة أصيب الطياران بالذعر اعتقد الضابط الأول أن هناك عطلاً في المحرك فاستجاب بإعطاء الدفع الكامل مع ذلك كان السبب الجذري هو الفشل في نشر اللوحات والشرائح التي تساعد على توليد قوى الرفع أدى هذا الإجراء غير الصحيح إلى تفاقم الوضع حيث زادت درجة الميل إلى 18 درجة وتسبب في هبوط الطائرة بسرعة استضمت الطائرة بالأرض على يمين المدرج بقسم الذيل أولاً ثم طرف جناحها الأيمن ومحركها الأيمن مما تسبب في انفصال بعض مكوناتها فقدت الطائرة في وقت لاحق لاتصال بالأرض عندما قفزت فوق أحد الجسور انفصلت معدات الهبوط والمحركات عن الطائرة وواصلت هذه الأخيرة انزلاقها على الأرض ثم اصطدمت بجسر صغير آخر في هذا الاستضام تمزق الذيل وانهارت قمرة القيادة إلى منطقة الركاب وتسرب الوقود ليغمر الطائرة في كرة من اللهب استمرت في الانزلاق على الأرض حتى وصلت إلى مجرى ديلا فيغا واستضمت بضفة النهر كان جسم الطائرة مجزأ للغاية بسبب الحادث وتضرر بسبب الحريق كان الثلث الأمامي من جسم الطائرة بقاع النهر بينما كان الثلثان الخلفيان على الجانب الشمالي من التيار اجتاحت النيران الأجنحة والثلثين الخلفيين من جسم الطائرة استغرق الحادث بأكمله عشر ثوان فقط من بين المائة واثنين وسبعين شخصا لقي مائة وأربعة وخمسون فردا حتفهم على الفور بعد الحادث بدأ التحقيق على الفور من قبل لجنة التحقيق في حوادث الطيران المدنية الإسبانية أصدرت اللجنة تقريرها الأولي في السادس من أكتوبر عام الفين وثمانية كجزء من التحقيق ووفقا للبيانات الواردة في التقرير الأولي الصادر عن اللجنة كان الطيار يحاول الإقلاع بالطائرة مع لوحات مضبوطة على المستوى صفر وبما أنهم لم يتلقوا أي انذارات تحذيرية فقد أدى ذلك إلى تحطم الطائرة وبعد هذا التقرير في السابع من أغسطس عام الفين وتسعة أصدرت اللجنة تقريرا آخر في هذا التقرير تم تأكيد استنتاج أعطال التقرير الأول بالإضافة إلى ذلك تم تحميل الطيار أيضا مسؤولية الحادث في هذا التقرير لأنه وفقا للتسجيل الموجود لقمرة القيادة قاطع القبطان الضابط الأول أثناء قراءته العنصر الأخيرة في قائمة التحقق المتعلق بضبط وفحص الرافعات والشرائح والذي كان جزءا مهما من قائمة التحقق قبل الإقلاع ربما لو كان الضابط الأول قد قرأ هذا البند الأخير من القائمة المرجعية لكان من الممكن منع وقوع الحادث كما رأينا من قبل فعندما لم يتم العثور على حل للخلل في الطائرة كان أفراد الطاقم والطياران تحت ضغط مستمر للإقلاع بسبب هذا الضغط اضطر القبطان إلى الإقلاع بالطائرة في أسرع وقت ممكن من طبيعتنا كبشر أننا عندما نعمل تحت ضغط كبير فغالبا ما نواجه صعوبة في تحليل الأمور وهذا ما نلاحظه في قصة اليوم هذه أمر القبطان بالحصول على إذن بتدريج الطائرة من برج المراقبة دون الاستماع إلى عنصر القائمة المرجعية الأخير إضافة إلى ذلك عندما تموضعت الطائرة على المدرج وهي على وشك الإقلاع أشار الضابط الأول إلى ضبط اللوحات على المستوى 11 لكن القبطان تجاهل ذلك مع انتباه كامل منصب على المدرج بعد كل حادثة تبدأ التساؤلات ماذا لو اتخذ التدابير معينة؟ كيف كان يمكن أن تتغير الأمور؟ لكن الآن لا نملك سوى الصلاة للضحايا وأسرهم إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى دعمنا بلايك وعمل متابعة للقناة